نظمت عمالة إقليم تطوان لقاءً تواصلياً بمناسبة الذكرى 18 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حصيلة حول إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثالثة 2019-2023. هذه الفعالية تميزت بتقديم عروض الدور المحوري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التمدرس عبر تحسين المؤشرات وتوفير فرص تعليم متساوية للجميع بغض النظر عن الظروف الجغرافية والاقتصادية. وفي مجال الصحة ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إعادة بناء وتجهيز سبعة مراكز صحية قروية وبناء وتجهيز مركز تصفية الدم بصفو الذي بفضله وصل إقليم تطوان إلى صفر مريض في لائحة الانتظار وتهيئة وتجهيز مستشفى الرازي للأمراض العقلية. عمارة إقليم تطوان نجزات ما يناهز 336 مشروع بغلاف مالي يقدر ب149 مليون درهم توزعت على مختلف البرامج برنامج تدرك الخاصة على مسؤول بنية التحتية كذلك العناية بالأشخاص في وضعيتها شاشة ومن نساش البرنامج التالت اللي هو الجديد دي المرحلة التالتة اللي بالمناسبة كان هناك الشباب دي الإقليم تطوان على انخيرات ديرهم الفعال اللي اعطونا واحد المبادرات وواحد المشاريع اللي كانت ناجحة على مسؤول إقليم تطوان وهذا كيدعو الافتخار. يشكل الاحتفاء بالذكرى الثامنة عشر لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة متجددة لتقييم مكاسب المرحلة الثالثة الرامية لتمكين رأس المال البشري من تثمين كافة مؤهلته ودعم الفئات الهشة. وتم توجيه برامج المبادرة خلال هذه المرحلة نحو مجالات نوعية لتدخليتهم مؤسسا تدارك الخصص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا ومواكبة الأشخاص في وضعيتها شاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ثم الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.